السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شوانكم ان شاء الله تكونون بألف خير اليوم حبيت اشارككم بخمس شركات تتوزع الارباح شهريا وشركات امنة ان شاء الله واختاريتها لكم اختيار طبعا وانتبقت عليكم يعني تقدر تراجع وتتأكد من هاي الشركات وهاي الشركات الخمسة هي معروفة ان شاء الله وهاس ندخل بتفاصيلهم بشركة بعد شركة فقبل لا ندخل بالتفاصيل ارجو من الاخوة اللي سووننا متابعة وسبسكرايب يساعدوننا بالقناة تكون لكم ممنون ونتوكل على الله وندخل بالشركة الاولى مثل ما شوفوها قدامكم شركة هرايزن شركة هرايزن اخوان شركة معروفة بالقروض تقدم القروض للشركات اللي طبعا تدرس القروض هي تدرسها بصورة جيدة قبل لا تبطيها للشركات العلوم والتكنولوجيا تشوفون هاي الشركة شركة هرايزن ومقدمة هاي القروض لهاي الشركات اللي شوفوها قدامكم وقائمة طويلة طبعا ما تطي القروض لأي شركة تدرسها للشركة المحتاجة القرض وتطيها القروض والشركة تقريبا بعدها استثمارات أكثر من 5 مليار دولار من الآلاف الشركات اللي دخلوا إياها من عام 2004 فهذه الشركة وهذا الاستاك مالتهم والاستاك سعره 11 دولار و 40 سن تخلي نشوفها قبل 5 سنوات مثل ما تشوفون الشركة حلول الخط البياني مالتها مستقر يعني مو مثل باقي قسم من الشركات اللي خوف واحد يدخل بيها فهذه الشركة الأولى قلنا شركة هرايزن اللي إذا نشوف الدفيدنت مالتها توزع كل شهر 10 سنتات يعني على كل سهم هذا آخر تقرير هي توزع قلنا شهرية تضطي كل شهر 10 سنتات فقلنا هاي شركة هرايزن وسهمها 11 دولار و 40 سنت اللي يحبون طبعا اللي يستثمرون اللي يحبون الدفيدنت فهذه واحدة من الشركات خلونا نروح لشركتنا الثانية اللي هي من مجموعة الـ ETFs ETFs اللي هي المال السندات ما سندات فهذه الشركة اللي السمبل مالتها S-B-H-D هذا السمبل مالتها الشركة والشركة أيضا عملاقة وسهمها مو ذاك الغلاء نشوفها قبل خمس سنوات الخط البياني الشركة يعني من ضمنها طبعا قلنا الـ S-M-P الـ 500 هي مجموعة خمسمائة شركة واذا نشوف هذه الشركة الشركات اللي داخلوا وياها من التاب هولدنز اللي داخلين من ضمنها هذول الشركات يشوفوهم العملاقات هنا تقريب هذول اثنين اربع من ضمن والـ AT&T والـ PPL والداو هذول كلا من ضمن هذه المجموعة الخمسمائة وهذول عدم مستقبل يعني شبير الخاصة اللي يفكر بالـ Dividend مثل اللي يفكر يعني يستثمر سهم مثل هذه الأسهم للمدى الطويل فهذه شركتنا الثانية ونشوف توزيع الدفدند مالتها التطي تقريب 14.7 بالعشرة من السنت ما عرف ليش يحطون هذي الكسور مال السنت اللي احنا ما نشوف فلوس أصلا فأنيوي يعني هي تقريب 14 سنت و 15 إلا يعني مثل ما شوفوا هنا قدامكم وهذا بالأحمر الدفدند مالته وقلنا سعر السهم مالتهم 32 دولار سد الماركت اللي بعد انتهاء الجمعة اللي اليوم سبت عدنا فهذا يوم الجمعة سد الماركت عليها ب32 وكانت قبل الفيروس كانت 42 دولار على مدى طويل تقريب بدت 39 هنا ب2016 واستمرت بس الفيروس نزلها بهاي الفترة وسواها ب32 فقلنا الدفدند مالتهم 14 سنت وهذه الشركات المنضمة من ضمن ال500 شركة اللي وياهم أما شركتنا الثالثة هي سهمهم تقريب 57 دولار وهذه معروفة من ضمن شركات الريل ستايت وشركة معروفة الحرف مالتها السمبل اللي هو بس نكتب ال أو يطلع عنه وهذه الخط البياني مالتهم من مدة خمس سنوات وشركة أيضا عملاقة ومعروفة بال بال ديفيدنت ديفيدنت مالتهم حلو فقصدي يعني أنا اللي اختاريتها قصدي اللي اختاريتها لكم من ضمن الشركات الخمسة الآمنة وأكو أخوان شركات هواية بس هذا الاختيار يعني فنشوف الديفيدنت مالتهم تطي الديفيدنت مالتها كل شهر 23 سنت وسعر السهم مالتهم كنا 57 دولار والديفيدنت حلو هاي شركة عملاقة معروفة بال بالريل ستايت فهذه شركتنا قلنا اللي هي الثالثة بتوزيع الديفيدنت الشهري وعلما شباب هذي الشركة تقريب مفتوحة من سنة 1969 يعني شركة عملاقة وقديمة تابعة للريل ستايت أما شركتنا الرابعة هي وشركة أيضا تابعة للريل ستايت ومثل ما شوفون الخط البياني مالتها حلو مرتب وسعر مالتهم مغالي تقريب 31 دولار و12 سنت وإذا نشوف ها ومثل ما شوفون هنا هذي المقر للشركة عدهم ب38 ولاية بناياتهم موجودين على كل يوني ستايت حوالي تقريب عدهم 457 بناية وهذه المساحة مات الأرض مالتهم اللي ملكوها وهذا الفاليوم الفاليوم مالتها مالت الشركة بالماركت اللي هو 6 بليون دولار يعني شركة عملاقة ومعروفة وتوزع أرباح الشهرية تقريب تطي 12 سنت على السهم ما شوفون السهم مالتها 31 سنت اللي دخلنا بتفاصيلهم أما شركتنا الخامسة والأخيرة اللي هي بمبينة شركة موجود مقرها بكندا مثل ما شوفون هنا وهي شغلها اختصاصها بالأنارجي بنقل خطوط الأنابيب والسوائل مثل منتوجات الغاز الطبيعي ومقرها غرب كندا الشركة شركة أيضا معروفة ومشهورة بغرب كندا وأيضا بامريكا وشوفون الماركت كاب مالتهم 11.51 بليون شركة أيضا عملاقة ومعروفة إذا ندخل على المالتهم نشوف هذه الشركة مالتهم وتفاصيل عن الشركة المالتهم بغرب كندا مقراتها فشركة أيضا عملاقة ونشوف توزيع الأرباح مالتهم الشهرية هذا سهم تقريب سعره 20 دولار و93 سنت سد الماركت يوم الجمعة والديفيدنت مالتهم يوزعون تقريب almost 16 سنت مكاتبين 15 سنت و93 بالمئة اللي تقريب هي 16 سنت تقريب يعني فهذه الشركات الخمسة قلنا شركات آمنة وان شاء الله تخدمكم وللأخوة خاصة اللي حبون يشترون أسهم لفترة طويلة قلنا عدنا هرايزن دخلنا لها ودخلنا هذه الشركة اللي هي SPHD اللي شركتنا الثانية اللي من مجموعة ETF والشركة الثالثة اللي هي والشركة الرابعة اللي هي STAG والشركة الخامسة اللي هو حرفها PBA هذي شركاتنا وان شاء الله أي شركات تخدمكم ان شاء الله ننشرها لكم وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وربو يرزقكم جميعا